بعد مرور 24 ساعة على إعلان رئيس الوزراء المصادقة على مشروع قانون الموازنة والتوصل لتفاهمات حيال حصة إقليم كردستان منها والتي بلغت 12.6% يزور السوداني أربيل في لقاءة رسمية برفقة وفد حكومي رفيع المستوى توقيت الزيارة قرئ بحسب مراقبين على أنه توقيت مهم في محاولات تقريب المسافة بين حكومتين المركز والإقليم سيما مع حسم ملف ليس بالهيين والذي كان باكورة الخلافات المالية بين الطرفين الزيارة التي حملت رسائل التفاهمات حول المشكلات العالقة والتي تشمل زيارة أربيل والسليمانية تصب في مجمل التوافق السياسي التي تبحث حكومة بغداد عنه خصوصا بما يدعم تحقيق برنامجه الحكومي تحديدا بما تعهد به السوداني الدفاع عن أرقام موازنته التي أحدثت جدلا في أرقامها وقراراتها في بعد آخر يرى محللون أن الزيارة بالغة الأهمية من حيث الضرورة فيما يتعلق بدعوات المجتمع العراقي والإقليمي والعالمي للتقارب ورأب الصدع بما يصب في مصلحة العراق المستقر والموحدة لكن قراءة مختلفة وضعت على طاولة الحكومتين بما يتعلق في ضرورة الوصول إلى اتفاق على قانون النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها والتي جاءت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة تصب في دعم حلها أما في حسابات إقرار الموازنة ومع تفاؤل بتحقيق أهداف الزيارة بحسب الانطباع من قبل الحكومة العراقية فإن التوقيت للزيارة يصب في رسم معالم الاتفاق السياسي بما يؤثر إجابا على قراءة ثانية لمشروع قانون الموازنة في مجلس النواب والتي تحتاج إلى استقرار في المعادلة السياسية بين الأطراف كافة والتي يعتبر حزبال كرد من ضمنها وركيزة أساسية فيها اشتركوا في القناة